اهلا بكم في درس جديد رائع جدا جدا معكم مستر توني والنهاردة ناخد شابتر 1 لسن 3 في الانتجريتد ساينس نبدأ مع بعض كده لسن 3 العنوان بتاعه توبك بيكلم عن ايه اكسجين and carbon dioxide in the aquatic ecosystem نركز بقع على الجازز دي الوكتوجين والهيق والايه والسانيوكسيديك كربون نشوف كده عندنا طبعا المياه والCO2 اللي هو كربون داكسايد والاكسجين يعني التو جازز دول نركز عليهم قوي CO2 والO2 تمام زي ما انت شايف كده في الصورة دي فيه light energy من الشمس وفيه نباتات والنباتات دي طبعا بيحصل لها respiration اللي هو التنفس ففيه اكسجين وكربون داكسايد وهكذا واحنا بقى هندخل جوه الاعمق دي ونشوف اللي بيحصل في الجازز دي يعني احنا لما نيجي نشوف الانهار والبحار وكده فيها كمية معينة من الاكسجين والكربون داكسايد يعني الكمية بتاعت الاكسجين والكربون داكسايد دي مهمة جدا يا ترى هي فيه بالانس يعني فيه توازن ولا لا طب الاكسجين لو زاد يحصل ايه لو الكربون داكسايد زاد يحصل ايه لو هما اثنين قالوا اكيد الحاجات دي بتفرق جدا في حياة النباتات والاسماك والبكترية والالجي الالجي لها التحالب دي لها بتلاقيه كده على صخور بتاعت البحر يعني لما واحد يسأل كده الاكسجين دا بيجي منين بيجي من اتماسفيريك اير يعني من الجو يعني ايه كلمة صليبل يعني الدوب الاكسجين او الجاز بيدوب في الووتر اه وغازات كثير كمان بتدوب في الووتر لكن بيقولك ان الاكسجين سلايتلي صليبل يعني مش بيدوب قوي بيدوب خفيف كده بينزل طبعا وهو ده اللي بيخلي الاسماك تتنفس الاكسجين اللي بيبقى صليبل in water in addition to فيتو بلانكتون والالجي والاكواتيك بلانتز بروديوز البلانتز دي بقى اصلا بتعمل بروديوز للأكسجين in water in the process of photosynthesize اه فعملية البنات الدوئي النباتات بتجيب لنا اكسجين بس الاساسي السورس الاساسي مين سورس هو الاتموسفيريك اير تمام يبقى الاكسجين بيجي من الجو ومن النباتات اللي دحت حلو؟ وعندنا كمان الفايتو بلانكتون اللي هو ده العوالق الصغارة دي وعلى فكرة في اخر الفيديو ده تكتشف ان الفايتو بلانكتون ده بيحصل ايه؟ more oxygen dissolves ده بتخلي اه كمية اكبر من الاكسجين تدوب في الووتر تمام which increase the rate of gas exchange between the atmosphere and water gas exchange يعني ممكن الاكسجين ينزل للووتر يحصل التزول وبعدين الهيت او الشمس تبخروا تاني يطلع الاكسجين تاني وهكذا دي اسمه اكسجينج تحول كده يطلع وينزل وهكذا overall these natural processes provide marine creatures with the oxygen necessary for their survival تمام يبقى الحاجات دي زي الويفز او الاكسجينج ده بيدي للكائنات البحرية انها تقدر تعيش تعالى نتكلم عن solubility solubility of the two gases O2 CO2 ترى الدوابان بتاعهم في فرق بين الدوابان بتاع الاكسجين والCO2 الكربون داكسايد اكيد concentration of oxygen gas in the air is about five hundred times higher than that of carbon dioxide من التركيز بتاعه اكبر في الاير الاكسجين 500 مرة اكبر من الكربون داكسايد بص انا عمله كبير عشان تفتكر الاكسجين 500 مرة اكبر في التركيز من الكربون داكسايد يكسب هو دا بيدوب اكتر في المياه تمام الاكسجين اقل منه 50 مرة في حتة الدوابان داكسايد تمام solubility of the two gases in salty ocean يعني في المحيطات الملحة water is about 20 to 30 percent lower than their solubility in fresh water يبقى هما بيدوبوا احسن فين او اسهل بيدوبوا اسهل في ال fresh water لكن ال salty ocean بيبقى 20 في المية او 30 في المية اقل في الدوابان يبقى احنا كده عرفنا معلومات حلوة قوي ان الكربون داكسايد بيدوب اسهل من الاكسجين بدليل ان الاكسجين 50 مرة اقل في الدوابان من الكربون داكسايد طب والsolubility بقى الفرق بين ال salty ocean وال fresh water لا برضو ال salty ocean بيبقى نسبة الدوابان فيها اقل 20% من fresh water هميل جد in general the solubility of the two gases decreases at higher temperature يعني كلما تزود درجة حرارة الدوابان دا هي الزاي at the temperature increases the percentage of co2 dissolves in water decreases but at greater rate than the percentage of oxygen تعالى نشوف كده الموضوع ده في اناميشن لزيز لو انا عندنا ووتر ده ووتر صح كده تمام اكيد في اكسجين جاز ديزولف يعني في غاز الاكسجين ده ده يعني دايب فيها وكيد برضو في كاربون داكسايد انا عمله اكتر ليه لانه وفي اناميه على الاكسجين دومة المفضل at higher temperature so the solubility of the two gases decrease يعني ايه يعني مش هيبوه دايبين الحرارة دي هتعمل لهم ايه فقر كده هيتبخروا او هيتلعوا من الووتر تمام الحرارة بتحرك البارتيكلز كده كتير والبونز اللي بين الO2 مثلا والووتر بايه بتتكسر وفال O2 الاكتوجين او الكاربون داكسايد يطلع تاني الفور As a temperature increase the percentage of CO2 dissolved in water decrease يعني ايه الدوابان نسبة الدوابان بتاعة الغاز تقل يعني هو خرج من الووتر تمام يخرج وستعمل لك كده سهمين اصفر واحمر احمر ده معنى ان CO2 بيبقى بيتبخر اكتر تمام greater rate than the percentage of oxygen in water تمام يبقى temperature لما تزيد solubility تقل بس ايه هتقل اكتر في الكاربون داكسايد فهيطلع اكتر تمام جميل جدا هوي عندنا جراف كده حيلو قوي كل ما تشوف جراف ركز قوي على ايه اللي موجود في ال Y axis وايه اللي موجود في ال X axis مكتوبة solubility يعني الدوابان يعني كل ما نطلع على فوق يبقى الدوابان اكبر الدوابان بتاع الجاز O2 طيب و هنا X axis temperature يعني درجة حركة لو ما نمشي ناحية اليمين درجة حركة تزيب تزيب تمام يعني ايه يعني كل ما تزيد درجة حركة بص solubility بتقل ده معانا الاكسجين والكربون داكسايد بيخرجوا من الووتر تمام بس كربون داكسايد بيخرج اكتر يعني عند درجة حرارة في الجزء ده مثلا 40 سيليزيوس الكربون داكسايد سولubility بتاعته قلق جدا يعني خرج من الماء كتير قوي تقام لكن الاكسجين ايه لسه موجود شوية حلو مميل جدا ايه الاكسجين لما بيزيد في الماء دي حاجة حلوة الوحشة دي حاجة حلوة كتن لما ديزولفت اكسجين يزيد عندنا اربع حاجات يحصل انهانسمنت او امبروving of respiration فتكرك respiration respiration اللو تنفس تقام لما يزيد الاكسجين اللو ديزولفت الووتر هاد ايه التنفس سيبقى احسن تانية حاجة امبروفت اه ام ميتابوليزم وانا عرفها بعد شوية و اكتيفتي اكتيفتي بتاعت الكائنات الحياة تحت البحر و مانتين بالانس فيه كده اتزان في الاكو سيستم يلا نشوف كده كل واحدة شوية تفاصيل انهانسمنت او امبروving of respiration يعني يعني الاكواتيك اوغرانيزم depend on dissolved oxygen هما معتمدين جدا على الاكسجين هما يتنفسهم تمام فلما يزيد يبقى يحصل increasing the amount of oxygen ايه اللي حصل بقى improve their ability to breathe يعني لو انت في مكان الدنيا مقفولة فيه مفيش اي شباك مفتوعة دس مش عارف تتنفس لان الاكسجين عمالي قل carbon dioxide عمالي زيت هنا لما نزود الاكسجين هيقدروا عندهم ability to breathe اكتر والrespiration يزيت type B improved metabolism الميتابوليزم الميتابوليزم معناها chemical reactions اللي بتحصل جوه زي مثلا ايه زي conversion of food to energy هو يأكل food ويحوله الانرجي ويقدر يعيش كل حاجة جوه تشتغل تمام الميتابوليزم ده بيبقى احسن لما يكون فيه كمية dissolved oxygen تزيد تمام طيب بعد كده ثالث حاجة الايفكت اللي يحصل لو زودنا dissolved oxygen وهو ان هيبقى فيه لو فيه مثلا كمية مناسبة من levels of dissolved oxygen يحصل ايه يخلي الاورجيزم الاعضاء دي بقى والكائنات الحية تبقى more active يعني يقدروا يعملوا swimming افضل يقدروا يصطادوا افضل والreproduction اللي هم يقدروا يعملوا مثلا البيض السمك بيعمل البيض صح بيد السمك الصغير ده بتشوفه لو منشوفه كده مثلا لما نجيب رينجا اللي حبه الرينجا تلاقي كده البطروخ ده عبارة عن بيت سمن كتير جدا كل الحاجات دي reproduction swimming hunting بيتبقى active اكتر لما يكون فيه levels مناسبة من الاكسجين اخر حاجة لما نزود ال dissolved oxygen يزيد يحصل ايه maintain balance الاكسجين balance يعني اتزان healthy level of dissolved oxygen in water is critical in maintaining a stable aquatic ecosystem by supporting diverse population of fish invertebrates اللي هي بتبقى اللفقريات اللي ما عنداش يعني عضم زي الاكتبوس وجيلي فش معندهم شعضم وال plants الفش وال invertebrates وال plants هيبقى فيه بينهم اتزان تمام هالو هالو تعالى نعمل research research activity فقر كده وابحث ممكن توقف الفيديو وتبحث دلوقتي على جوجل الفاكتورس اللي بتخلي يكون فيه lack of oxygen gas يعني يكون فيه تسريب او الاكتبوس يقل في الووتر وإيلا يحصل يعني إيلا يحصل لو الاكتبوس قل تكميته في الووتر the effects of the lack of this gas ما يخرج برمي ويتاني decaying organic matter from aquatic plants and algae أما يحصل المحلال الووتر from aquatic plants and algae ده يسبب ان الاكتبوس يقل والوزر تشينج لما يحصل تغيير في الجو ده كده السبب ليه الاكتبوس يقل greeze and temperature decaying organic matter ووزر تشينج فإيلا يحصل بعد كده يحصل ان الحاجات اللي احنا قلنا عليهم ده الانهانسمنت فر رسبريشن والميتابوليزم تبقى أحسن والاكتيفيت تبقى أحسن والبانس كل الحاجات دي هتتشيل لما نقل الاكتبوس كل الحاجات دي هتقل يطرى نروح لكربون داكسايد كده عرفنا عن الاكتبوس كربون داكسايد بقى بيجي منين السورس of carbon dioxide in the aquatic environment أول حاجة الاتموسفير جو تمام the main source of carbon dioxide CO2 and water carbon dioxide is exchange between the atmosphere and water ينزل ويبقى فيه الووتر ويطلع تاني وهكذا والبلانت بقى بيحصل respiration وطبعا الفاكتورز دي هنعرف برضو ان هي من ضمن الحاجات اللي بتعلي نسبة الكربون داكسايد كبه في الاتموسفير دي أول حاجة أول source ثاني حاجة المارين organism كلمة مارين يعني بحري تمام الكائنات الموجودة بقى في البحر كل الكائنات بتاخد اكسجين وبتطلع carbon dioxide زي نباتات كبه في البحر كبه في البحر بعملوا كيميكا راكشن اللي جواهم وبتطلعوا الوست اللي الفاضلات دي عبارة منها يعني كربون داكسايد يبقى كده الاتموسفير والمارين يجيبون لنا كربون داكسايد ثاني حاجة اللي قلنا عليها بسبب التلوث الصناعي دا بيزود او بيبقى مصدر للكربون داكسايد التلوث او الوغانيك ماتر كاري باي اجريكاليش ويست ووتر ايه بقى الافكت اف انكريس سيو تو ان ووتر ان اكواتي او خلي بقى احنا بنتكلم عن احنا تحت البحر البيئة المائية تمام لما نزود السيو تو بص السمكة الووتر كان هاف سيفرال نيجيديف افكت اون اكواتيك اورجانيزم انكلودين عندنا التلات تلاتة نيجيديف افكت لو زودنا لأي السيو تو اول حاجة السيديفيكيشن الحموضة بتزيد معلش يا سمكة ويك رسبريشن مش طعف تنفس ها ها تخانق لما نزود الكربون داكسايد و ريديوز التنوع دا هيقل جدا لان مش يبقى تنفس كويس مش يبقى الكائنات يدارو يتعيش كويس فتتلاقي التنوع ويقل ممكن يدي الانكراد بعض الحاجات السيديفيكيشن تعالي نركز كده على السيديفيكيشن بس لو احنا زودنا السيو تو اللي يحصل when سيو تو levels are high in the atmosphere it can dissolve in greater amounts in water تبدل تدوب كتير في الماء تدوب كتير في الماء CO2 carbon dioxide leading to an increase in carbonic acid carbonic acid هو ده الناتج لCO2 في الماء تحط carbon dioxide في الماء يجب لك carbonic acid وده يقلل pH value يعني pH value تبقى من 7 اه فيبقى كده الموتر كده تبقى acidic أكتر تبقى حمضية أكتر الحموضة دي بتعمل ايه بقى شايف انت الاسمك النون والصغار توتا دي كل دي بتتأثر جدا بال ايه بال pH value بتاعت البوتر لو زادت قوي او قلت قوي هيأثر عليه sensitive life stage الحاجات اللي الحساسة such as egg and larval stages تمام لو CO2 يجب لنا carbonic acid يبوز ضدون يعمل pH value قليلة حموضة يزود الحموضة تاي حاجة carbon dioxide بيعمل لنا weak respiration high levels of carbon dioxide can reduce the amount of dissolved oxygen in the water necessary for aquatic organism to breathe هل تمك تلاقي ان بعض الاسمك تطلع عشان تتنفس من بره مفيش اكسجين كايز كافي او بص دي لك تولك عليها البلانكتون او العالك هيا شمشون اللي في سبون شبوب سوفت انت عارفها ازاي reduced classification طبعا لما يكون فيه many marine organisms such as corals اللي هو المورجان شعب المورجانية والمولاكس اللي هي المولاسك مولاسك sorry اللي هي الرخويات اللي هي ابتبال زي كده and ده سريع بارده ولا وفي بس بون شو and some species of plankton depend on calcium carbonate لك ركزها في حتة دي ان الكائنات دي الرخويات والمورجان والعوالك بيعتمدوا على calcium carbonate calcium يبع لطول اي عضم skeletons اللي اي الهيكة العزم هم بيعتمدوا على الحاجات دي عشان يبنوا نفسهم تخيل بقى اللي بيحصل لما نزود CO2 increase CO2 converts it into calcium bicarbonate اه يعني CO2 بيحول الكالسيوم carbonate ده اللي ما محتاجينه ل calcium bicarbonate وده بيعمل ايه بيعمل disrupting disrupting يعني تعطيل the ability of this organism to build or maintain their skeletons يبقى كلما نزود CO2 السكيلتون بتاعت الكائنات دي مش هتتبني كويس عشان هيتكون بدل الكالسيوم carbonate كالسيوم bicarbonate وده بيحطر طيب على فكرة بقى برضو لو CO2 القوي ده يسمعها deficiency يعني ما يبقاش فيه اتزان بالنسبة للكاربون داكسايد والأكسين بيحصل برضو مشاكل اول حاجة reduced photosynthesize مع aquatic plants and algae لجوا سيا والريفرز وكده needs carbon dioxide احنا محتاجين carbon dioxide ده برضو يا جماعة يعني ما فيش حاجة معمولة كده وخلاص تمام ليه دور تمام في بناء الدول decreasing the availability of CO2 in water may limit their ability to produce energy تمام يبقى CO2 برضو مهم ننفعش نشيله خالص أو نستغن عنه تمام وإيه لو قلت أو حصل deficiency affecting ده بيعمل affecting overall productivity of the ecosystem يعني برضو بيأثر جدا تمام لو قلت هيبقى مؤثر طبية تاني effects on food chain لو فيه deficiency في CO2 هيحصل هيأثر على سلسلة التغذية يعني change in the level of CO2 in the water can affect productive organisms such as phytoplankton والالجي تمام هم دول أصلا البداية اللي هم اللي بيتغذى عليهم كل الحاجات دي صح يبقى لو CO2 حصل فيه تغير هيأثر على الأكل بتاع كل السمك وكل السلسلة دي هضبوط تمام المياح a train you are amazing وراو عليك خلصنا الدرس الثالث واسقين فيك بطل keep going لو عندك أي سؤال ابعت لنا في الكومنتات ونرد ونرد باي باي موسيقى